اشتركوا في القناة واعواد القصب التي راح الجنود يجوبون بينها وبينما قام هؤلاء بتمشيط المكان بحثا عن أسلحة ما انصرفه ويتأمل روث الماشية في تلك البقى الخضراء المحاطة بكثبان رمل جرداء لا نهائية ثم أخذ يطوف بين الجمال المرمية فوق الأرض أشبه بتلال صغيرة كساه العشب اليابس كان عددها ستة وعلى الرغم من أن جميعها كانت ميتة وراحة الرمال تمتص دماءها إلى جوفها بتأودا صدرت حركات طفيفة من أطراف بعضها وقد استقر بصره هو على ضمة عشب اليابس استلقت قرب فم أحدها وتم اقتلاعها من جذورها التي ما زالت حبيبات الرمل عالقة بها ترجمة نانسي قنقر